لماذا الانتحار حرام والإعدام حلال؟ لماذا نربط بين الانتحار والإلحاد ولا نربط بينه وبين الإيمان؟ ألا يعتبر هذا الربط فضيحة لما يفعله الدين بدلا من التطبيل المجاني له؟ ثم لماذا أصبحت مصر أكثر الدول العربية على سبيل المثال في عدد الذين انتحروا فيها المؤلن وليس الحقيقي؟ ولماذا يحرم الدين الانتحار؟ هل لأنه يريد حماية الإنسان أم عدم خسارة خدمات عبد من عبيده؟ ثم من الذي ينتحر في الحقيقة يوميا؟ الأفراد أم المجتمع بأكمله حاليا وبسبب ما يفعله رجال الدين والسياسة منذ ألف عام تقريبا؟ لماذا يشاهد هؤلاء المجتمع كله ينتحر يوميا وتتدهور أوضاعه ولا يفعلون شيئا؟ ولماذا وهذا السؤال الأخطر نرى التعليقات وهي تهاجم بشجاعة كل منتحر أو ملحد أو كل صاحب موقف ورأي يحاول تحسين الأوضاع ولا يهاجمون هؤلاء أنفسهم حكامهم وكهنتهم حتى ولو بإشارة أو كلمة السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة خاصة بموضوع الانتحار وهو حصل نتيجة للتعليقات التي حصدتها الفيديوهات الأخيرة حول وفاة الصديق الراحل ديفيد رجل الكهف فكونوا معي قلت أن هذه الحلقة خاصة بالانتحار لكنها في الحقيقة خاصة بمواضيع كثيرة جدا كانت مناسبة كما قلت هي وفاة أو ما يقال عن انتحار الصديق ديفيد رجل كهف وكان من الناس الكبار خلقا وأخلاقا ومعرفة وعلما ووعيا وجميع المواصفات الطيبة في هذا الرجل موجودة بما لا يخفى على أحد في الفيديو الأخير الذي قدمته عن رجل الكهف فيديوين قدمت واحد نعي ورسائله وتعريف بقناته وأيضا الفيديو الآخر خذت مختطفات من أبرز ما قاله أو بعض ما قاله وكان هو بدعوة للتعرف على هذا الرجل لمن لا يعرفه أنا تحدثت في هذين الفيديوين تلقيت العديد من التعليقات مئات التعليقات بعضها واضطريت إلى إلغاء بعضها وعلى الإطلاق ما كنت أفضل هذه الطريقة لكن بعضها كانت مسيئة إلى الدرجة يعني أعتبرها حتى يعني مخجلة لأصحابها وليس لنا فقط فبعضهم إلى النار إلى الجحيم إلى كذا إلى كذا وكلام معنا شيء مخجل بصراحة مخجل لكل إنسان عنده ذرة إنسانية وذرة ذوق وذرة احترام لآخرين يعني أعتبر هذا الشخص حتى ذا هو منتحر فعلا تعتبر أخوك أو ابن عمك ماذا تفعل؟ هل تتحدث عنه بهذا الطريقة؟ ولم يسئل أحد وليس وبعضهم يقول لك هذا سبب الشذود وسبب الإلحاد هو الرجل لا ملحد ولا شاط هو أصلا ضد الجنس وضد الإنجاب بأكمله فهذا كلام كل سخي لكن الموضوع الآن عن الانتحار حتى أتحدث وأحاول أن أكشف للناس طريقتهم بالتفكير اللي هي طريقة تفكير عقائدية لها علاقة بمعها أو ضد هي طريقة تفكير قطيعية أنه هناك الشخص هذا ضدنا نحن يعتبر نفسه ضمن القطيع وهو عليه واجبة أن يدافع عن هذا القطيع أو على الأقل يثبت بأنه هو منتمي ومبدأ الولاء والبراء أنا مع هذا القطيع ولا شك في انتمائي له وإيماني المطلق به المسألة ما لها علاقة لا بدين ولا لها علاقة بآلهة ولا أنبياء لها علاقة بالولاء إلى الجماعة والإحساس بالانتماء وضرورة التأكيد على هذا الانتماء والدفاع عن أي شيء يهدد هذه المجموعة أو هذا القطيع البشري عموماً راح أتحدث عن عدة نقاط عندي أولاً أحد الذين قالوا قال لماذا انتحر هذا الرجل قلت يعني هو سأل السؤال وأجاب قال هو لقلة إيمانه فأنا أقول لهذا لمن يقول لمن يطرح جواب من هذا النوع هو وهو جواب جاهز بالمناسبة أقول له بالعكس ربما العكس هو الصحيح أنه هو هذا الرجل ليس إيمانه قليل إنما المجتمع الذي نشأ فيه هذا الرجل هو الذي كان يعاني من عدم إيمانه بأفراده وطاقاتهم ولم يراعي هذه الطاقات ويحترمها حق الاحترام يكفينا أن ننظر إلى الإحصاءات لنعرف بل لنعرف الحقيقة كم هذا المجتمع أو هذه القيادات هذا المجتمع تبخص حق الناس وتمنع عنهم الفرص للحياة الكريمة وأيضاً تمنع عنهم فرص التعلم الجيد والحصول على حقوق الإنسانية التي يعني أبسط الحقوق التي نعرفها في لا نقول الدول المتقدمة في الدول المتوسطة التقدم لا نجد هذه الأشياء موجودة لدينا فبالتالي أنت ما هذا الظلم أنت دمرت حياة الأفراد أو أنت تمارس معهم ضغوط كثيرة ومع ذلك عندما يصير بعضهم ردة فعل نقيم عليهم الحد بعضهم قالوا الفقر الثاني بعضهم قالوا هو انتحر لأنه لا يؤمن لأن إيمانه بربه قليل وأنا نفس الطريقة أقول لماذا لا نقول مثلاً العكس أيضاً أن إيمان ربه بهذا العبد أو هذا الشخص أو هذا الإنسان المطالب بكل شيء ولا أحد يقدم له أي شيء كما نعرف أنه الإنسان مفروض عليه الفرائض الخمسة وكلها لله خالصة ولا واحدة منها لهذا العبد حتى عندما يدعو هذا العبد ربه لا يدعوه بلغته الخاصة إنما يشتري من السوق دعاء خاص كتبه له الرجل الدين ويؤيد يكرر هذا القول أنه هذا الرجل أو هذا المؤمن أو العبد المؤمن مفرغ من المحتوى تماماً وكل ما عليه أن يجيد الطاعة والتبعية بالتالي عندما نقول أن هذا لماذا إيمانه بربه قليل هو رجل ما استطاع أن يتخلى عن نفسه إنسان ذاته لا يستطيع أن يقوم بعمل جبرة لماذا لا يستطيع أن يقوم بعمل حساب لماذا هذا ربك أو الناس الذين يتحدثون باسم الله وباسم الدين بغض النظر الإسلام أو غير الإسلام يتحدثون باسم الآلهة وباسم الرب وباسم الحقوق وباسم الرحمة لكنهم لا يرحمون أحداً ولا يبالون وكل همهم الوحيد مصالحهم وهم ربهم ومصالح ربهم وطاعته وتطبيق فرائضه بالكامل الفقرة الثالثة يقول لك مثلاً هو يعني السؤال ومن الذي يجب أن يؤمن بالآخر هل الله يؤمن بالمجتمع أو بعبيدة أم عبيدة يؤمنون بالله المفروض المسألة متوازنة متساوية أنت لا تطالبني بأن أقدم لك كل حقوقك حقوق الله ولا وجود لشيء اسمه حقوق الطفل حقوق المرأة حقوق الإنسان كل الحقوق هي حقوق لله فقط وإذا أديت شيء سيء واحد أو بما لا يرضى الله كما يقولون أقيم عليك الحد ووضعت في قعر جهنم إلى أبد الآبدين يعني حتى العقوبة عقوبة غير معقولة هل يؤقل هناك عقوبة البشر أضل بكثير من عقوبة الآلهة الرجال الدين التي يطبلون لها كل يوم ويرغمون الناس على طاعة هذه الآلهة عندي حلقة راح أتحدث بأن الناس لا تعبد الله ولا الأنبياء ولا تعرف شيئاً عن القرآن ولا حتى الإنجيل ولا أي كتاب إنما الناس تعبد رجال الدين مباشرة ورح أقدم أدل على هذا في فيديو لاحقاً الفقر الرابع قالوا أن هذا الرجل انتحر أنا أجبت هذا الرجل ديفيد رجل الكهف كمثال لآلاف الناس الذين ينتحرونه يومياً في بلداننا يعني أدنا 400 مليون نسمة عربي على أقل أكثر من 400 مليون هؤلاء نسبة الانتحار موجودة أكون نسب عالمية راح نطلع عليها معنا فقالوا أن هذا الشخص ما دام انتحر فهو لا يستحق الرحمة أقول لهؤلاء الذين يتحدثون بهذه الطريقة هذه الطريقة المجانية بالتصريح والقول والبوح والالتهام والتجريم والتحريم والتكفير هذا كله يجب أن نتوقف عنه ويجب أن نخجر من أنفسنا وأن نقف أمام أنفسنا نحاول أن نفكر بعمق ولو السطح شوية نبتعد عن السطح شوية نبطل أن نكرر كلام الجاهز إنه ليش لا يستحق الرحمة؟ بعض يقول الله يرحمه الله يرحمه شوية المشكلة يعني؟ يعني هاي زين لا يستحق الرحمة أوكي فكر شوية قبل أن تقول هاي الكلمة يا أخي وأقول لك اسأل عن هذا الشخص أول مرة اسأل عن ظروفه ربما هذا الشخص لم يجد من يرحمه في حياته فأنت لماذا حتى فيما مات طالب الناس بالرحمة له يعني هذا الشيء في منتهى القسفة ومنتهى الظلم والجحود يعني أعتبرها سفالة أخلاقية لا توصف يعني ليش ما تسأل إن هذا الرجل كان الجميع يطالبونه بما لا يطيق يعني أنت عندما طالب الطفل مثلا بين يؤدي الفرائض فرضا أو فريضة ما أو تخوف الطفل هذا ما يتحمله كل إنسان اللي طاقته ليش يتعامل مع الجميع على أنهم قالب واحد وكلهم لأتهم نفس الاستجابات ونفس الشخصية وهذا الطريقة الجميع راح تحدث عنها بعض شوية ثم أنت الذي لا ترحم هذا الرجل لأي سبب كان هذا الرجل لانتحار أو لأي قضية أخرى امرأة مثلا أخطأت فتاة خرجت مع شاب أخطأت يعني شنو مشكلة ليش ما ترحمه يعني ليش تبرأ نفسك أنت يعني من هذه الذنوب أنت ليش تعتبر نفسك قالب جاهز وكامل ومكمل فهذا الكلام لابد أن نفكر أنه نحن نبطل هذه الطريقة بأنه نحاسب الآخرين بقضايا خاصة بهم بدون أن نعرف تفاصيلها بعض المطلعين قالوا لا أنه لانتشار ظاهرة الانتحار سببها الأمراض النفسية فأقول يعني حسنا هذا كلام جميل لكن هذه ظاهرة موجودة يعني العاد يعني شنو مشكلة لكنها احنا لازم أن نشخص ونعرف ليش ترتفع هذه الظاهرة بشدة في مجتمع مصاب بأمراض نفسية ويعاني من ثقافة فاسدة يعني الثقافة بصراحة وأخلاق مضروبة في جميع مفاصلها هذه يعني على استمرار الزمن احنا أمراضنا الاجتماعية والنفسية والدينية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية وكل شيء يعني جميع المجالات احنا أمراضنا تستشري وتستعصي وتزداد خطورة يوم البعد آخر ولا تشفى ولا تجد من يحاول إصلاحها بل أن من يحاول إصلاحها من أمثالنا ويقدم آراء وحلول ومقترحات يتهم بالكفر والإلحاد أو يتهم بالردة بالبدعة بالفتنة والقائمة طويلة من التهم الجاهز المرض النفسي كما قلت أو يعني واحدة من الأشياء اللي يجب أن ننتبه لها بأن المرض النفسي هو ليس يعني كالمرض العضوي أو الفيزيولوجي ليس سبه ولا عار رغم أنه يعني آلام هذه الأمراض وأحزانها لابد أن نأترف مثلا أنه الإنسان عندما يصاب بمرض نفسي لابد أن نقدر هذه المسألة ونأذره على الأقل ونقول لديه طاقة على التحمل أو لديه حالة خاصة أو وتبرز شيء من هذا القبيل أما من يقول بأن المرض النفسي يعني هو كمن يقول أن المرض السكر مثلا لا يصيب المؤمن إنما يصيب الملحد فقط أو يقال بأن الإكتئاب يصيب لا يصيب أهل الإيمان إنما يصيب غير المتدينين فقط هذا كلام سخيف وتافه وواضح للغرض الأديولوجي والقطيعي يعني أنه يريد يحاول كأن المين يتحدث بهذه اللغة يعتبر نفسه جندي تافه ويحركون أهل الآخرين ويقول ما يقولونه لكي يثبت فقط أنه جندي مخلص لقيمه وقائد الحزب أو شيخه أو إمام المسجد القريب عليه أو حركته الحزبية أو الدينية هذا كلام سخيف وتافه وأيض أصلا من كل واحد بعد الآن نحن الآن وصلنا لمرحلة من الوعي الناس بدأت تدرك أنه كلام من هذا النوع كلام سمج وتافه ويجب أن يقافه أدحده وأيضا أعتبار من يتحدث بهذه الطريقة شخص لا يجب أن يكون له دور في حياتنا ولا حضور ولا قيمة أصلا طبعا إذا قلنا أن هذا الشخص متقصد أنه يحاول يسوي تفرقة بين الناس ويفرق الناس إلى ملحدين وملعير ملحدين معي وضدي هذا التقسيم الاجتماعي الذي هو سبب معظم مشاكلنا ورفض التسامح ورفض تقبل آراء الآخرين أيضا إلى علاقة بالجهل أنه ليش هذا حتى يستثمر هذا التفرقة بين الناس وخلق الفتن بين الناس وتفرقهم إلى مؤمنين وملحدين إلى خوانا وأصدقاء ومتحالفين وما ألا ذلك هذا ليش يتم تعزيزه عن طريق نشر الجهل أنت كلما زادت الجهل كلما أنت استخدمت هاي الطريقة التلقائية البسيطة يعني التحليل البسيط العقل البسيط رأسا أن يفكر هذا معي هداك ضدي هاي عملية سهلة وانتهى الموقع الجهل يعزز من هذا الموضوع لأن هؤلاء الدماء مثلا كما قلنا قضية ديبد رجل الكهف رجل يعني يعني واضح أنه قدم فيديوهات كثيرة قال بها بأنه لديه مرض ثناء القطب وهذا مرض خطير جدا وألاجة صحيح بي نوعا ما أكو نوعا ما ألاجات إلا لكن ألاج طويل المدى ومؤلم جدا ويحتاج أحيانا يكون نتاجة أسوأ لكن هذا يعني اللي يتحدث أنه هناك شخص انتحر لابد أن يعرف ما عنده يعني ما يعرف ما عنده أي شيء من العلم ومعرفة بحيث يعرف أنه هذا أحيانا هناك مرضى لا يستطيعون مقاومة أمراضهم لديهم قابلية على التحمل وأيضا كونالك أمراض هي موجودة بالجينات يعني يعني ما تتعلق بحرية الإنسان وإرادته فهي خارج عن إرادته وفوق طاقته وإلا هل يعقل أنه إنسان يقتل نفسه يعني هذا لا بد وصل إلى مرحلة مرحلة اللاعودة بحيث مو فقد وعية ربما أكو بعضهم فقد وعية بس بعضهم خرج عن طورة وعن الحالة الطبيعية يعني نحن بالنتيجة هنا أجهزة تشتغل بطريقة كهربائية يعني بإشارات كهربائية وكيميائية وهذا مسألة ثابتة علميا يعني ما عادت سرية سابعا أما القول بأن الدين والتدين هما يعني يوفران نوع من الحماية الذاتية لكل إنسان لكي يشعر بأنه بالانتماء للآخرين وأن الآخرين يساعدونه ويعينونه على كل شيء هذا كلام ممكن صحيح لكن بجانب الآخر أيضا الدين والتديوني سبب مشاكل خطيرة جدا ممكن نزور أي مستشفى أمراض نفسية كنا نسميها أمراض وكلمة مجانين تم إلغاها طبعا حتى عالميا لا أحد يقول مجانين تسمى أمراض نفسية وهذا التغيير مو تغيير إخلاقي أو تغيير للمجاملات لا أنه فعلا أنه لديك أمراض نفسية مثل ما أكو أمراض بدنية لا ما لها علاقة يعني بأنه مسألة احترام للآخرين لا هو فعلا مرض نفسي مثل المرض الجسدي يعني هو الجسد متكون من أجهزة حيوية ونظام اتصالات فيما بينه عندما يصيب خلل عندما يصاب بخلل هذا الجهاز ما يشتغل يعني نحن كلنا نشبنا جهاز تليفون مثلا ما لاتنا أو التلفزيون أو الكمبيوتر أحيانا يقطل يخربط يدخل الأول بالثالي فالمسألة هي الجهاز باقي يعني يعني مثلا الهارد ديسك موجود مالتيل الديسك درايف الكيبورد كله شغال لكن نظام الاتصالات فيما بينه تتخربط وهذه يعني أشبه بالمرض النفسي هو هذا اللي يصيب الإنسان ومثل ما تصيب الجسدي هو المقارنة أعتقد صحيحة تقريبا اللي فهم ما هو المرض النفسي وهذا اللي يتحدث عنه ديفيد رجل الكهف عدى حلقات عن ثناء القطب وقال أن هناك سبب الإشارات الكهربائية والشفرات الكيميائية التي تنتقل بين الوصلات العصبية هذه سير بها خلل ولا أحد يعرف أسرارها لحد هذا اللون اليوم فيستخدمون ليثيوم ومواد كيميائية ويحاولون أن يشوف النتائج بعد ثلاثة أشهر أو أربعة حتى يقرفون وين الخلل بالضبر يعني وكل مريض يختلف عن المريض الآخر المهم هذا موضوع طبي لكن ممكن تزولون قناة الرجل وتعرفون هاي التفاصيل بعد الفاصل راح ناخذ حقائق على الانتحار ونسبها بالدول العربية وماذا قالت منظمة الصحة العالمية عن هذا الموضوع وأيضا راح أتحدث عن الدين وألاقة الدين بالانتحار وموقف الأديان من ظاهرة الانتحار مع الموقف الدين اليهودي والمسيحي وأيضا الأديان الأخرى والهندوسية أيضا فكونوا معي والآن أعتبر أنا شخصيا أن وجود ظاهرة الانتحار هي أكبر دليل على أن الدين صناعة بشرية ولا أقصد بهذا القول أن الدين هو ليس بصناعة بشرية ردا على القول بأنه صناعة ربانية لا أمو هذا الأمر لأن هذا أمر محسوم النقاش الدين هو في كل الأحوال صناعة بشرية وبأتراف رجال الدين أنفسهم ربما الناس يصير خلاف على أنه أتى من علين أو من الأفق الرب الأعلى أو لهذا النص المقدس شيء مختلف لكن الدين يقوم به رجال الدين عموما إذن اللي أقصده بأن وظيفة الدين هي جعل الأفراد مطيعين وقادرين على تحمل مصاعب الحياة وكلنا نعرف أن مصاعب الحياة الإنسانية صعبة جدا وبالتالي ضغوط على الإنسان ضغوط هائلة بين المرض بين مشاكل الحياة بحث عن فرص العمل الزمن القديم آلاف السنين الماضية كان الإنسان في حال يرثى لها طبعا كما نعرف جميعا فهذا كلها ضغوطات هائلة بغض الأضر عن الزلازل الأخطار الأمن الشخصي عشرات القضايا الإنسان دائما في كبد كما يقول قرآن كريم الفكرة أنه هذا كلها يطلب من مختلف المجتمعات أن تحارب فكرة الانتحار وتشجع الإنسان على تحمل مصاعب الحياة والقبول بقدرة إلى حد ما فلنتخيل لو سمحوا هذه المجتمعات لو سمحت بالانتحار اعتبرت مسألة طبيعية وهي طبيعية فعلا لكن بشروط يعني إذا جاوزت الحاد تتحول إلى تدخل بها أسباب اجتمائية واقتصادية ودينية وسلطوية لكن إذا سمحوا بها فتخيلوا أن المجتمعات راح تنهار في كل الأحوال إذا أنت أب مثلا وأم وعائلة ربون أبناء وأبناءكم ينتحرون فمن يبقى لرعايتكم أيضا إذا إحنا ما شجعنا للشباب على التحدي ظروفهم ومواجهتهم فمن يقف معهم نسبة كبيرة كما نعرف كما سنطلع على الإحصايات نسبة كبيرة من الناس من المنتحرين هم شباب بعمر بين 16 إلى 24 و25 نسبة هائلة بالمناسبة وخاصة راح نعرفها بعد شوي بالتالي فكرة أو موضوع الانتحار ليس محرما دينيا إنما هو محرم لدى جميع المجتمعات البشرية المسألة تربط بالدين لكي تطفي عليها نوع من القداسة والخشية من قبل كل واحد يفكر بالانتحار بالمناسبة عدد الميال الذين يفكرون بالانتحار من عشرة أضعاف الذين ينجحونها في الانتحار فعلا اللي أقوله بأن لو قلنا على سبيل المثال حتى لا نتحدث بشكل عام لو قلنا هناك إلحاد مثلا بسبب الإلحاد والانتحار فبالتالي فرح يطلع إنه سبب ديني يعني هل لا يظن أحدا بأنه بسبب الملحدين يزداد نسبة انتحارهم لقلة وازعهم الديني لكن هذا بالحقيقة يكشف دور الدين في الموضوع وليس يدافع عنه يعني أنت يظن من يظن لقلة وعيه وقلة درايته ولا يفكر بعمق يفكر بطريقة سطحية وفقط يوجه الاتحام لا ارتفعوا نسبة الملحدين لماذا؟ بسبب الضغط الديني لو أنت لم تترك الفرصة للناس لأن يعيشوا بحريتهم وفعلا يكون ناس ملحدين نعرفهم اختلف توجههم الديني ويخشون من كشف هذا الأمر زوجاتهم والأولادهم والعائلتهم والمعارفهم بالآلاف هؤلاء بل بالملايين أحيانا هم فقدوا إيمانهم حتى يمارسون العادات الدينية فقط من أجل تمشية الحال لا أكرر هذا يخلق فجوة بينه وبين الناس بينه وبين نفسه أولا وبينه وبين المجتمع وهذه كارثة يعني عندما نتعملها ونشوف الأحصاءات إذا أكو باحث يدقق بالموضوع أو ربما أكو بحث أصلا فإحنا اللي حولنا المشكلة حولنا المشكلة أن هناك شيء بين شيء اسمه الحاد وشيء اسمه دين وشيء اسمه إيمان وشيء اسمه عدم إيمان لماذا لا نترك الناس في حريتها وينتهي الموضوع كله ينتهي ونعالج مشاكلنا قضية ليست بالإلحاد وهذه بالدين قضياتنا الأساسية قضية الإنسان في هذا العالم كيف يعيش ماذا يحتاج كيف يعالج مشاكل هي هذه القضية أما الأشياء الفكرية الأساليب الطرق التوجهات الدينية المعرفية هذا موضوع مختلف فتجعله يكون مؤمن أو ملحد أو يكون أي شيء ما الذي يحدث خليه يحدث هو حر يعني وصل إلى درجة من البلوغ والوعي تركوه الآن نحن عايشين في الغرب لا تجد أحد يتحدث عن شيء اسمه الحاد أو دين على الإطلاق غير موجود هذا الموضوع على الإطلاق إلا في أماكن خاصة ولها علاقة بالبحث المعرف أو البحث الجامع أو الأكاديمي يعني انشغالات خاصة مثل ما واحد مثلا انشغل بجمع الطوابع مثلا أو واحد جمع الصور الصور القطط مثلا فهو هي شيء الموضوع بالنسبة لنا وثم أيضا حتى بالغرب صارت أكو تخليد ربما سواء محاضرة حول مفهوم يسمون أخلاقيات النقاش وضعها برماز ومنفهوم جميل جدا لو طلعنا عليه هذا المفهوم يقول بأنه أنت في الغرب أو في عالم الحداثة أو ما بعد العالم المعاصري يعني في الغرب الدول المتقدمة أكو أخلاقيات للنقاش هناك فضاء هذا الفضاء يتيح لنا أن نقول ما نشاء لكن هذا الفضاء هو فضاء علماني فضاء الحداثة الذي يرغم الجميع على أن يتحدثون ضمن هذا معايير هذا الفضاء أو معايير ما هي هذا المعايير نتقبل الرأي الآخر يعني أنا مثلا عندما أكون أنا مؤمن عندما المسيحي أو البابا إذا شفتوا الحوار بين البابا وهابرماز أكو موجود مقطع على اليوتيوب تشوفون الحوار يصير مو ضمن أفق البابا الديني ولا ضمن أفق هبرماز الديني إنما ضمن أفق الحداثة وهذا هي اللي تشكل أخلاقيات النقاش المهم موضوع بعد ذلك رح أستطرت به الأخ عبدالله رشدي الشيخ عبدالله رشدي طبعا ما قصر هو موجود في كل حفلة لابد إلى حضور وأيضا سميه بالأراق تشفص يعني أو خربط أو لخبط الموضوع وأجه أدلى بدلوه بالموضوع وتحدث على أن على أن هذه هي قال أنها هي نتيجة الإلحاد وبلغ الناس بانتحار الملحد السوري ديفيد وقال في البوست الخاص به يقول أن الإلحاد ينظر إلى العالم بعبثية مطلقة وأن الكون ليس له موحد أو موجد وليست له نهاية وأن الوجود الإنساني ليست له حكمة وبعد الموت ليس هناك حساب وقال هذا الموضوع بأكمله يبعث على التشاؤم والذي يتساوى الفجار والأبرار في النهاية فالكل للموت ولا حسابه بعد الموت طبعا هذا كلام ساذج وسطحي لا يوجد إلحاد أنا أعتبر الإلحاد والإيمان في كفة واحدة لا فرق بينهما وأعتبر أن إلحاد شيء يجب أن لا يكون له وجود ولا أن يكون له قضور في الحياة أصلا لكن عندما يتم تناول بهذا الطريقة طبعا إلحاد في الزمن القديم كان أي شخص يؤمن بشيء آخر يعني مثلا المسلم يتهم المسيح بالإلحاد وكان أيضا الوثنيين يتهمون المسيحيين بوقت ظهور بالإلحاد وهذه التهمة يعني هي مسألة دينية بالنهاية الإلحاد نوع من أنواع الدين على كل حال فمن إذا افترضنا في الإلحاد لا ينظر العالم بعبثين مطلقة من قال هذا الكلام ومن قال متى قال الإلحاد أنه الكون ليس له موجد هناك الناس قالوا أنه موجد وحتى لو قال المؤمن قال له موجد فمن فمن الله يعني صانع سسمون إله الفجوات يعني أوكي الله إلى موجد ما هو هذا الله فهو مجرد غيرت كلمة أنه لا وجود لإله هناك إله فاثنين هم نفس يعني هذا لأبع الكلمات ومحاولة لتجيير الأمور لمنطقة محددة سلفا يأشق هذا الرجل ويضحك بها على الناس ويستغفر الناس البسطاء لا أكثر ولا أقل قبل أن أتحدث عن حقائق أذكر حقائق على الانتحار أقول أن الانتحار أيضا إلى فوادة يعني لابد لكل سلبيات كثيرة جدا لكن إلى فوادة أو أولا يريح الناس كثيرين يعانون من هذه الحياة من هذه الحياة ومصائفها واستمرارهم في هذه الحياة أيضا يشكل مشكلة هو أيضا يجبر الآخرين على الحذر من خسارة المنتحر خاصة في زمن تجارة العبيد كانوا عدد هائل من العبيد ينتهرون بسبب ضغط العمل والشروط المشحفة بحقهم وأيضا يعتبر رجال الدين يعتبرون أتباعهم من أنواع العبيد والضغط الديني عليهم إلى درجة كبيرة يزيد عدد المنتحيين كذلك الضغط العن التخويف من العذاب والنار بحق الأطفال الصغار عدد كبير من الأطفال يقتلون أنفسهم ويحاولون الانتحار وهذا معروف لكن كلها المجتمعات المتدينة يتم طنطمتها وإخفاءها لأنها لأن المجتمعات المتدينة عادة تحاول أن تظهر الوجه الجيد أو الذي تعتقد أنه جيد وتحاول أن تحجب الحقائق المهم حقائق عن الانتحار أولاً أن قتل ما هو تعريف الانتحار هو قتل الإنسان لنفسه عمداً وغالباً كما يقول العلماء يعني يحدث بسبب اليأس وكثيراً ما يؤذى إلى الطراب نفسي كالاكتئاب أو الهوس الاكتئابي أو الفصام أو الإدمان أو أيضاً إجهاد بسبب مصائب مالية أو فقدان شخص عزيز وهذا كثير من الأحيان يصبح فقدان عزيز إنسان يفقد ابنه يفقد ناس إنسان عزيز عليه يقتل نفسه بلحظات بدون أن يشعر منظمة الصحة العالمية ما دعا قالت قالت إن 75% من حالات الانتحار تحدث بين متوسطي الدخل وسكان الدول الفقيرة وأن ألاجها يعني يتم عن طريق منع انتشار الأسلحة وألاج الأمراض النفسية وحضر المخدرات وتحسين التنمية الاقتصادية معنا المعانين الدول المتقدمة هي أقل البلدان نسبة في عدد حالات الانتحار وأكو جداول كثيرة حتى ما ضايق وقتكم ممكن ترحون على الوكي فيديو شوفون الأحصائيات عدد هات سنويا هناك نحو مليون شخص ينتحر يموت انتحارا وبالتالي هو عاشر الأسباب الرئيسية لوفاة في العالم وأيضا بالملاحظ على أن نسبة الانتحار الرجال عن النساء ثلاثة إلى أربعة مرات هذا خبر سعيد بالنسبة للنساء لكن أنا أعد معلومة أن المرأة تعرض لحالة اكتئاب ثلاثة أضعاف الرجل لكن الرجل ثلاثة أضعاف حالات الانتحار تحدث بين الرجال وهو بالتالي أيضا السبب الرابع الوفاة بين اليافعين والشيء الذي يعني قلت أنه عدد الذين يموتون انتحارا هو عدد تقريبا المليون لكن هناك عشرة لعشرين مليون محاولة انتحار فاشلة كل سنة وأكثر بين الشباب والبنات يعني ذكورا وإناث من أسباب الانتحار أيضا هو نحن لا نسمي برأي هذا وكثير ما تلقوها بالإنترنت هاي من عندي هو عدم تسمية كثير الممارسات على أنها انتحار مثلا الانشتراك في الحروب خوض الحروب التحريض على الحروب تحريض على العنف تكفير الآخرين دينيا هذا النوع من النوع عن انتحار والتحريض على انتحار عمليات الانتحار الدينية عمليات انتحارية تدمير المجتمع بشكل منهج الفساد الإداري والمالي القهر الاستبداد هاي كلها عوامل أو دعوات بجانية أو دعوات لا نحسبها ضمن خانة انتحار لكنها هي مسائل علاقة من انتحار طبعا الانتحار كانت جريمة تعتبر يعاقب عليها جنائيا يعني في الغرب لكن هذا لم يعد بعد ذلك هذا الأمر لكن بالدول العربية ما زالت تعتبر جريمة جنائية يعني أكثر الحالات الانتحار استخدمت بها السلاح في الأردن حصائيات بالدول العربية عش سريعان دورت بالانترنت شفت حصائيات سريعة هناك حالة انتحار كل يومين في الأردن انتحار ناجح في كل يومين أما في مصر فهي الأولى عربيا من المعدل ستة لكل مئة ألف شخص في سنة 2019 وحدها حسب منظمة الصحة العالمية انتحروا في مصر وحدها 3,022 شخص لأنه معظم حالة الانتحار سبب مشكلة للعائلة المنتهر وشيء محرج جدا بالنسبة لهم فبالتالي يتوسلون بالأطباء حتى إلا بعض الدول التي تشدد ممتاز يكتبون حالة الانتحار وحيانا يضطرون لكتابة سبب الوفاء لأنه حتى لا تحسب على قضية أخرى جانبية بدون قصد فتسجيل الانتحار أنا أتوقع أنا عندي بالأراق دائما ما يسجدون نحن عدنا بالشمال يتم التسجيل وعدد على حالات الانتحار كبيرة جدا وأيضا في جنوب العراق عدد حالات الانتحار خاصة بين الشباب وبين الناس الأطباء حتى بين أطباء يعني وكثير من الحالات بدون سابق انذار وأكو باحثة تقول أنه نطلق شهريا 1500 اتصال في محاولة انتحار في سوريا أيضا حلب زادت على دمشق سجلت 30 حالة انتحار و24 في دمشق هاي التسجيل فقط دينيا اليهودية تعتبر الانتحار مثابة انكار لخير الله في العالم أما المسيحية فتراها خطيئة في الهندوسية ترى الانتحار بأنه يعني لا ترفض الانتحار وتعتبر مصدر للخطيئة بس أتهم شيء استثناء أنه أكو حق للإنسان بأن ينهي حياته من خلال ممارسة غير عنيفة يعني بدون ممارسة عنف من خلال مثلا الصوم حتى الموت وهذه فقط الأشخاص اللي هما ما أتم أي رغبة بعد أو طموح وما أتم المسؤوليات عليهم في هذه الحياة تجاه الآخرين الإسلام يعتبرها معصية وحرام اتفاقا الآية تقول ولا تقتلوا أنفسكم السبب هو لأن النفس ملك لله وأن الحياة هبت الله للإنسان فبالتالي فبالتالي ليس عليه أن يستعجل الموت بإسحاق الروح لأن ذلك تدخل فيما لا يملك كما يقول بن حجر ويأخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإذن لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه أو أذن له فيه بدون تحريك أيضا هناك من يتقبل فكرة الانتحار ويعني الذين يناصرون الفكرة أو يعتبرون أنه إنسان يجب أن لا يجبر أحد على أن يعاني رغما عنه ودعا سيما عند المرض الأضال والأمراض النفسية والشيخوقة فيعتبرون الانتحار أمر عقلاني تماما وقد يكون الملاذ الأخير الصالح لمن يعني للذين يتحملون الآلام والصدمات الشديدة وهذا موضوع بشيق يمكن بناء على كل ما سبق المنتحر بالتالي ليس ضعيفا كما أرى إنما المجتمع هو الضعيف إنه إحنا التعافرات إحنا نتاج أو إنه علاقة بمجتمعنا وأن جزء من عنده بالتالي ما يحصل لنا لنسنا وحدنا المسؤولين عنه إنما المجتمع بيكمله وإحنا نتاج هذا المجتمع الإنسان عنده بؤد شخصي ذاتي وعنده بؤد الاجتماعي هو حالة متكاملة والطرفين مسؤولين حتى لو كان افترض المنتحر كان ضعيف الشخصية أو أدى مشاكل فهذا أيضا بسبب المجتمع والقطيع نفسه ومؤتقدات وثقافة هذا القطيع وأديانه وإيمانه يجب يعني هناك مجتمعات أيضا تقسوا على أفراد الجماعة بسبب حتى إلى علاقة بالتطور هذه المسألة لأنه المجتمع الضعيف دائما يحاول يصف أفراد الضعفاء وهؤلاء يبطعون من حركته ومن حيويته لكن عندما تزيد هذه الحالة إلى حد كبير تبدأ المخاطر أنه تتعدى حدود الخطأ يعني يصبح مسألة خطرة فلابد من التوازن يعني المجتمع مهما يكون يعني إنتاج طبيعي الضعيف قانون طبيعي لابد أن يكون موجود لكن هناك درجة من التوازن بين الحالتين لهذا سبب تشوف أنه كل ضغوط القادة السياسيين والدينيين للمجتمعات يمارسون ضغوط هائلة على الجميع أنت أدي الفراغ أنت مقصر أنت كافر أنت كذا أنت كذا أنت كذا أدي واجبك حتى في العمل في كل مجالات ضغوط على الجميع مستمرة وكل أهلا نعرفها أنا ما كده أشرحها فهذا يأدي فهو نوع من التصفية والغربلة للأخوية ويبقاهم على قيد الحياة أو قيد العمل أما الذين يسقطون تحت سنابك خيل القادة والطغاة هؤلاء يعني في خبر كان سيكون لأن خلني تحاسب أقول لماذا يعني تحرم معظم الأديان الانتحار الجسدي أنا أعتقد الجواب واضح لأن هذه الأديان والأديولوجيات العقائد عموما هدفها هو الانتحار العقلي يعني هي يحرض الناس على أن ينتحرون عقليا بأن يتخلون عن ذاتهم يتخلون عن إرادتهم الحرة وعن وعيهم الحر وشغفهم بالمعرفة الأطفال كما نعرف شغفين بالمعرفة لكن المجتمعات دائما تدمر هذه الحيوية عدد الطفل لاحظوا الطفل عمره عشر سين تسعة من أثكر الناس ويلتقط الأشياء ويطرح أكثر الأسئلة لكن المجتمعات تهدب لا تريد ها تهدب إلى أن ينتحر عقليا بنفسه وهذا الشخص الذي يقول الله لا يرحم ها مثلا تزورون قناتي شوفون التعليقات شوفون أبقيت بعضها يعني الله لا يرحم هذا كافر هذا الله والله والله هؤلاء الذين تعرضوا للانتحار العقلي الذي فرضه عليه من المجتمع هؤلاء نموذج للانتحار العقلي لكن هذا المجتمع نفسه يرفض الانتحار الجسدي لماذا لأن هذا الجسد هو أداة ويعني أشبه ب نقدر نقول أنه أنت رائي وعندك استبل وفيه عدد من الأغنام والماشية وواجبك أو أنه كلما قلت نسبة الماشية أو انتحرت بسبب الضغط الهائل كلما انت خسرت جزء من رصيدك رصيدك من الأتباع أو في حضيرة الدين فحضيرة الدين كلما قل عدد أتباحها بسبب الضغط الهائل عليهم من قبل رجال الدين والشيوخ وأهل السلطة كلما وصلت إلى درجة الخطر وقل رصيدك وبالتالي قلت قوتك وقلت قدراتك على أن تأكل أكلا طيبا وتنام نوما جيدا وتتزوج أربع نساء كل سنة وتبدل هنا وتبدل سيارتك وتبدل قصرك وهذه كلها راح تتعرض إلى خسار بالتالي الانتحار خسرك رصيدك لأن هذا هو اللي يشتغل إليك هو اللي يمدك بالأموال ويمدك بكل شيء ومدك بالسلطة ويحميك أيضا لأنه تحول إلى حارس أو كلب حارس إليك الأمر الآخر ليش يعني خلت حاسب مع المجتمع الإسلامي تحديدا أو أي مجتمع مغلق ومتدين أو محكوم من قبل طغاة مستبدين دينيا أو مستبدين سياسيا مثل صدام السين مثل كثير من الناس هو نفس العملية هو استبداد ديني أو غير ديني هو بالأكس استبداد ديني أخطر بكثير لأنه يعني يمسح دماغك أو يأدي يخليك تنتحر عقليا وليك لا تنتحر جسديا ويضمن بالتالي ما يريده منك هو ماذا يريد عندك يريد عندك الانتحار عقلي لأن الانتحار عقلي هو رئيس ماله في الانتحار العقلي لأن الانتحار الجسدي لا يخسر كل شيء فهو لازم رجل الدين ورجل السلطة والطاغية يلازم يوازن بين الأمرين الأمر الآن مع المجتمع الإسلامي أسعد أعطوني مشكلة واحدة على المجتمع الآن نحن موجودين هناك آلاف المشاكل الفقر الجهل المرض الظلم الفساد كما قلت ضرب الأطفال ضرب النساء إهانتهم غبن حقوقهم لا مساواة حتى ضرب الباعة في السوق من قبل المسلحين ودول من قبل رجال الشرطة مثلا والأمن وأيضا كثير من دول العربية الآن ميليشيات موجودة كل مدينة ميليشي مختلفة عن الثانية هناك شقاوات أو فتوات زعران فهذا كله فساد الكبير هذا نوع من أنواع الانتحار انتحار كامل يعني لا يمكن أيضا هناك انتحار العقلي النماذج أنه التخويف بعذاب القبر شوفوا الكتب الموجودة بالشارع أي مكان عذاب القبر عذاب القبر خمس تلاف كتاب عذاب القبر فهذا شيء عجيب هو ماكوشي حتى بالإسلام نفسه ماكوشي يسمع عذاب القبر قطع العيدي تخويف يحفظون الأطفال آيات الجحيم والعذاب في النهاية هذه الصورة بأكملها كلها ما موجودة أدنى في الغرب في الدول الغربية عملية مضبوطة يعني الطفل يتعلم من الطفولة من لحظات الأولى يتعلم كيف التسامح والتعاون مع الآخرين وتفكير الحر والحياة وعدم تخويفه واعتبار أي شيء يمسه مساس البلد بأكمله لأن هذا الطفل حماية الدولة مو الدولة الخبراء التربية والتعليم والتوجيه آخر التجارب العلمية هؤلاء هو مسؤوليتهم مو مسؤولة في الأب هو بس وصي عليه ويراقبه إذا كان أخفق في هذه المهمة يأخذون مننا هذا الطفل بالتالي نوصل لنتيجة أن هذا المجتمع من الذي ينتحر الآن هذا الشخص الذي انتحر من المتهم لهذا الشخص هو آخر طرف يجب اتهامه ديفيد رجل الكهف على سبيل مثال آلاف الأطفال والشباب الذين ينتحرون يوميا وشهريا بالمئات هؤلاء من المتهم نحن نصر شجعان على هؤلاء ونقول هلأ كفروا لا فوق ما هم دفعوا حياتهم ثمن أخطائنا نحن نجي نعاقبهم فوق هذا ونقول هن هو الخطأ من أتهم ولم يصبروا ولم يتحملوا وعليهم أن يواجهوا أخي ما يواجه إذا أنت مدمر حياته هذه الأشياء التي قلت لك أنه موجودة هو وحدة من أسباب الكثيرة لهذا الموضوع العار أن يقول بعض المسلمين هذا إنسان إيمانا ضعيف بالله حتى لو إيمانا ضعيف بالله أين المشكلة أنت ليش ما تحسب حساب للضعفاء وليش ما تتوقف عن معاملة الجميع بالمعايير نفسها هذا التعميم الذي يشرف عليه رجال الدين قبعا ما لا علاقة بالبشر يعني كما قلت العلاقة بحظيرة الدين هؤلاء هم أولياء الأمور كما يقال ورعاة الرعية هم يفضلون التعامل بطريقة جماعية مع البشر أرقام بالنسبة لهم يعني أنا عندي قطيعين ثلاثة ويحسبها كما يتعاملون مع الماشي وإذا وجد بعض الضعفاء بسواء الضغط خلي تصفي يقول لك ما أعدهم مشكلة لأنه هاي سحنا عند جيد بالعراق قاتلوا داعش من أجل الشيوخ رجال الدين داعش إجتري تقتل رجال الدين الشيع طلعوا الشباب خطئ المساكين راحوا قتلوا نفسهم بعضهم مصوبين الآن عشرات الآلاف جرح ونايمين بالفراش لا أحد يساعدهم ولا أحد يقدمهم أي شيء وهؤلاء الذين متناعمين الذين ما زالت رؤوسهم على رقابهم وعمت عماماتهم على رؤوسهم هؤلاء هم الآن أصحاب المليارات والسيارات ولا يفتحون مستشفى واحد ولم يقدموا أي خدمة لأي شخص أحيانا يتفضلون على كم واحد وحتى للبروبغاندا فقط بالتالي من الذي ينتحر بالنهاية الذي ينتحر هو المجتمع المجتمع العربي المسلم ينتحر يوميا ونحن صامتون وشجعان فقط في التحديث في لوم الضعفاء أو ما نسميهم ملحدين اللي هم يعني كم واحد طلع صوته وصير شطار وسباع سبع سبع البورنبة على هؤلاء المساكين من زاوية أخرى سأناقش الموضوع وهي ما يقال عن الحرام يقال انتحار حرام لا بس لكن كل من يقول هذا أيضا يؤمن بأن الأدام حلال مع الأمرين معا يؤديان إلى الموت كيف نجمع بين الحالتين الجواب سهل مو صعب يعني هو أن الفرق بين الموقف الأول والموقف الثاني مختلف تماما مختلف ليش؟ لأن الحرام شريعة جماعية شريعة القطيع الجماعة تحددها ولا يحدده الفرد وبالهذا السبب عندما يصدر الفرد قرار بالانتحار هذا مرفوض أما الإعدام فقرار جماعي وليس قرار فردي ولهذا السبب مقبول ولهذا السبب شوالفرد المؤمنين كما أدعوكم تقولون تعليقات تعليقات على انتحار آخر شخص هو ديب درجة الكهف شوفون الردود الأفعال أنه يحاول يقول أرفض هذا الفئل الفئل الانتحار لأن المجتمع والجماعة ترفض هذه العملية وليس لأن عندي رأي خاص لأن هذا الشخص الذي يرفض أو يعتبر حرام هو شخص مطيء وتابع وعديم الشخصية بمعنى أو بآخر بمعنى نهائي إن مصير الفرد يقرره المجتمع وليس الفرد نفسه أما من يحتاج ضد الانتحار فهو كما أقول شخص ما عنده شخصية ومندرج ضمن القطيع سواء بعلم منه أو بدون علم ويعني من يلعن كما أقول أختصركم من يلعن المنتحر أو المعدوم هو شخص بلا شخصية الدليل الثاني على هذا أكو دليل ثاني أيضا الأجماعية وقطيعية من يرفض الانتحار هو أن أهل المنتحر يحاولون إخفاء الخبر عن المجتمع الذي يأيشون فيه هذا يؤكد على أن عملية الانتحار ليست مسألة مقبولة بسبب فردية لا بسبب أنها تحتج وتتمرد على الجماعة أو القطيع البعض البعض يقول دينيا يقول أن هناك قدسية للحياة طبعا ما ردنا ناقش ما معنى قدسية فالكلام هو عبارة غامضة لكن أوكي قدسية معناها أنه أكو قدسية لحياة القطيع البشر ككل وليس لأفراده أما أن نضحي بأفراده بسبب الإعدام أو سبب التكفير من رجل دين وسحل بعض الناس بالشوارع بسبب التحريض الجماعي على القتل هذا لا مو مشكلة هذه سهلة مقبولة لكن أما أن ينتحر شخص بسبب لغط نفسي ولغط المجتمع الكافر عليه فليس الفرد الكافر المجتمع هو الكافر بالحقيقة وليس الفرد فهذا لا يصير شخص مرفوض أيضا يعتبر الانتحار جريمة لكن باتجاه الذات أيضا وليس الآخر فقط يعني أنت ترتكب جريمة بحق نفسك والسبب ليش لأن الذات وأنت والذات ذاتك اثنين كم ملك للقطيع أو لرب هذا القطيع يعني أنت مالك حق لا بذاتك ولا بنفسك ولا بجسدك ولا بأشيء أما هنا رب القطيع أو رب الجماعة أو إله الجماعة أو حاكم الجماعة أو كاهن الجماعة يقتل الآلاف بإشارة من عنده فهذه حلال زلال عليه ولا خشي ولا هم يحزنون وأن يكفي هذا التدليل على مدى الظلم الذي يلحق بالأفراد والقسوة التي نعامل بها أناسنا وأفرادنا وأولادنا وأخواننا وأقاربنا وجماعتنا وهذا الشيء مخزي بصراحة أختم ما أقول أن الأمر الأخطر هو أن من كل ما سبق أن المجتمع هو المسؤول على الانتحار وليس المنتحر في النهاية ولهذا نجد أن انتهام المنتحر بالكفر هو سلوك دنيئ وبالغ الخسة والنذالة وهو أيضا تنصل مفضوح من المسؤولية لكننا تعودنا على أن لا ننتبه لهذه القضية الخطيرة المسؤول هو المجتمع والمجتمع يحاول وقادة المجتمع هؤلاء يحاولون التنصل من المسؤولية باتهام المنتحر وأيضا يتهمون المرأة قدما يتم التحرش بها والأمثلة كثيرة على هذا النموذج اللي يتكرر بكثرة حتى بالخطة بالجمعة يقول أنتم قليلوا الإيمان وأنتم كذا وأنتم لا تسرقوا ولا لكن بالحقيقة أنت تخلق لمجتمع كله فاسد فكيف ما تجبر على السرقة وبعد ذلك تلومه وتجعله يشعر بالذنب هذه العملية متكررة بكثرة داخل هذه المجتمعات القمعية ولا أحد يناقش هذا الموضوع بصراحة هؤلاء القادة تعودوا على أن يتصرفوا بنذالة وخصة ولؤم وبالتالي هم منافسهم تلقاهم أكثر الناس شوفوا بالمفارقة أكثر الناس صراخا وعنفا عندما تتضرر مصالحهم تلقا يقلب الدنيا عندما مصالح تتضرر أو يصير حديث عن قضية خاصة يعني عن منافسي بالدجل وبالطغيان لاحظنا حتى آلهتهم هي تعمل مثلهم يعني لآلهتهم قدما تطب من الناس كل اشتزعل والثور إذا تم عصيان أوامرها أو لم يضح الناس بأنفسهم من أجلها أو برعوا لها بالمال وإنما الله اشترى من أنفسهم ومالهم على أن يعني النموذج وأيضا بالتوراة نفس الحالة فهذا العملية متكررة ودائما المسكين الذي ينتهر والذي يعاني والذي يلاقي الأمرين ويعيش حياته معذب ومقهور ومظلوم هذا دائما هو ابن البطة السوداء مع السلامة وشكرا جزيلا وآسف على الإطالة ترجمة نانسي قنقر